المجلدات التي يقوم ويندوز بالتشارك بها تلقائيا هناك بعض المجلدات التي يقوم ويندوز 2000 بالتشارك بها تلقائيا لاغراض الاشراف وهي اولا مجلد الجذر للمجلد الذي توجد فيه ملفات ويندوز حيث يكون الاسم التشاركي للمجلد هو ادمين متبوعا برمز الدولار لجعله مخفية الهدف من هذا التشارك هو تمكين المشرف من الوصول الى المجلد الموجود فيه ملفات ويندوز دون الحاجة الى معرفة مكان ذلك المجلد ثانيا جذر كل قسم على الاقراص الصلبة المتصلة بالحاسب حيث يكون الاسم التشاركي هو اسم القسم متبوعا برمز الدولار وذلك لجعله مخفية يوجد على سواقة الاقراص الصلبة في هذا الحاسب قسم واحد ويظهر هنا ان ويندوز قد قام بتفعيل التشارك به كما ذكرنا منذ قليل ثالثا جزء من الذاكرة يستخدم للتواصل بين البرامج على الحاسب كما يستخدم عند استعراض المصادر المتشارك بها على حاسب ما وكذلك عند الاشراف على الحاسب من بعد يعطى هذا الجزء من الذاكرة الاسم التشاركي IPC رمز الدولار رابعا المجلد الموجود فيه مشغل الطابعة المتشارك بها كما يظهر هنا فانك عندما تتشارك بطابعة فان ويندوز يقوم بالتشارك بالمجلد الذي يحوي مشغلات الطابعة والظاهر هنا ويعطيه الاسم التشاركي print رمز دولار الغرض من التشارك بهذا المجلد هو تمكين الحاسبات الاخرى من نسخ مشغل الطابعة من ذلك المجلد بهذا ننتهي من الحديث عن المجلدات التي يقول